محافظة القادسية محافظة القادسية تفكير سكان ناحية المهنوية في هجرة المحافظة لم يأتي من فراغ فإلى جانب أزمة جفاف المياه ومنع زراعة الرز يضطر سكان ناحية المهنوية إلى دفع أجور الكهرباء التي يقول السكان إنها لم تعد تجدي نفعا في ظل انعدام المياه قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق فإحنا ننطر كل شي نسوي يعني الدولة إحنا عراقيين ومعراقيين العراقيين الدولة لازم أول مرة أريد تعويض وثانيا تخلصنا من شغلة الكهرباء فلوس الكهرباء اللي بالينا بلوة بها أريد تعويض ليس هذا كل شيء فسكان ناحية المهنوية اتهموا مدير الناحية وأقاربه بالاعتداء على حصة السكان من مياه نهر الفرات أحد المتنفذين مدير الناحية واشتكينا عندنا يقولاني هذا فيض قاعي قاع لا بيها زراعة هو وبن عمه اللي هم بسدر المي صايرين إحنا نشتري المي مشترة وهم اللي يفيضون القاعبور مسؤولون في مجلس محافظة القادسية أقره بأن منع زراعة الرزل أول مرة في العراق جراء جفاف المياه من شأنه التأثير سلبا على حياة السكان وإطلاف أراضيهم الزراعية توقف الزراعة أو منع الزراعة بهذا الموضوع إلى ثلاث جوانب رئيسية جانب الاقتصادي أولا جانب البطالة أيضا ثانيا وجانب الثالث هو أن هذه الأراضي ستتعرض للتلف بسبب عدم زراعتها وكون أن هذا المحصول هو تشتهر بمدينة ديونية الرز العنبر وبعد أن كان العراق ينتج نحو 100 ألف طن من الرز سنويا أصبح اليوم غير معني بإنتاج هذا المحصول الغذائي بقرار حكومي